لقد فضل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة ومنها الشفاعة ومعناها في الأصل كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره وخصه بالشفاعة العظمى فيشفع لأهل الموقف لبدء الحساب عندما تفزع الخلائق إليه قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والمقام المحمود هو الشفاعة ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في إخراج بعض العصات من النار قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة فيقال لي يا محمد ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميدي يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما بقي في النار حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن والشفاعة تكون لأهل التوحيد ولو وقعوا في الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمته ويشفع الشهيد في أهل بيته قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال وذكر منها ويشفع في سبعين من أقاربه ويشفع المؤمنون في أصحابهم يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم ومن أسباب استحقاق الشفاعة الترديد خلف المؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ومن أسباب استحقاق الشفاعة هذا الذكر بعد الأذان ففي الحديث من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة